بسم الله الرحمن الرحيم ويهدف القسم من خلال هذه المحاضرات إلى تنقية المجتمعات من كل ما من شأنه أن يحرفها عن المسار الصحيح حيث إن المجتمعات عموما في هذا الوقت بحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك وذلك نظرا للحالة التي تعيشها من التفتت والضياء ونستضيف في هذه المحاضرة الدكتور حسن علي لمبيضين والدكتور حسن من مواليد محافظة الكرك عام 1964 عمل في مجالات عدة من أهم الأعمال التي يشغلها الآن مديرا للدراسات في المنتدى العالمي للوسطية ومحاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية فأترك له المجال فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أشكر لأسادة هيئة علماء المسلمين في العراق هذه الدعوة الكريمة ومثلما أشكر لأسادة الحضور هذه الإطلالة البهية في هذا اليوم المبارك حتى نتحاور معا ونتحدث إلى بعضنا بعضا فيه ما يهم هذا المجتمع الذي نعتبره مجتمعا إنسانيا واحدا بفعل التسمية التي أرادت لها التقنيات الحديثة أن تكون إذ لا فواصلة بين المجتمعات الإنسانية عندما استطاعت أن تجعل من العالم ليس قرية صغيرة فقط ولا غرفة صغيرة فقط إنما استطاعت أن تجعل هذا العالم هو عبارة عن جهاز متحرك حيثما تحرك الإنسان ولذلك من هنا تأتي الخطورة أن هذا الجهاز الذي يتحرك بحركة الإنسان بالسلبية والإيجابية هنا الخطورة تكمن في كيفية التعامل ذلك أن من يتعامل مع هذا الجهاز ليس على سوية واحدة لا من الدين ولا من الخلق ولا من الوعي ولا من الفهم ولا مع المعرفة العلمية ولا التجربة الإنسانية ولذلك تتعدد المشارب الثقافية والفكرية والإنسانية والقيامية والوجدانية لمن يستخدم هذا الجهاز ففضاؤه مفتوح والإنسان فيه هو وسيلة الإعلام المتحركة إذ أنه يكون بدور المرسل ويكون بدور ناكل الرسالة ويكون بدور المستقبل في آن معا هنا تكمن الخطورة إنه في حركة دائمة حركة مستمرة حركة يكون فيها موضع المتلقي وموضع المستجيب لما يسمع ولما يرى ولذلك نحن نتجاوز الحديث عن الإيجابيات ذلك أن اختصار الزمان واختصار المكان والجهد والمال وسرعة نقل الخبر هذه تعد من الإيجابيات وأن كثيرا من الإيجابيات التي أيضا نلحظها أن السرعة في الأداء والتيقن من هذا الأداء ومن هذا الخبر ومن هذه المعلومة أيضا بات السريعة لا تحتاج إلى بحث طويل لأنك إن أيقنت أن هناك خللا ما أو شكا في أمر ما تستطيع أن تتثبت من المعلومة من مصدر إلكتروني آخر وسرعان ما يكون لك ذلك هذا في الجانب الإيجابي ولنا نتوقف عنده كثيرا فقلت إن شاء الله أن الجميع يعي مثل هذه الأمور ونلحظها تماما في حياتنا اليومية غير أن مكمل الخطورة والأثر السلبي يأتي من خلال مصادر المعلومة التي ترد إلى هذه التقنيات الحديثة فهي ليست مصادر نقية طاهرة تقية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى مصادر المعلومات سياسية مغرضة أجزة استخبارية موجهة مراجع دينية مشبوهة إذن نحن أمام كم هائل من المصادر التي يمكن أن تكون مصادر أعداء بالدرجة الأولى نحن نتحدث إذا تحدثنا كمسلمين نحن نعاني ومستهدفون في الدرجة الأولى من مصادر الأعداء المختلفة من الشرق والغرب ولذلك لا مجال لأن نقر بأننا نعيش في كوكب مستقل كوكب اسمه الوطن العربي والإسلامي وحدودنا هي عبارة عن جدران إسمنتية حدودنا هي عبارة عن فضاء مفتوح لا يمكن لكل ترسانات الأسلحة أن تحمي هذا الوطن من الاختراق فقط نحتاج إلى ترسانة الإيمان وترسانة الوعي وترسانة الثقافة ذلك أن هذه الترسانة إذا كانت مؤيدة ومصدرها القرآن الكريم وباعثها الوعي وضرورة الوعي في أن نكون على قدر العبارة التي تقول المؤمن كيس فطن ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وكم من جحور لدغنا منها وتوقعنا الأكثر وما زلنا نلدغ ونقول لعل في القادم ما هو أفضل ولذلك هذه القضية نحن نقول أنها قضية ملحوظة مستويات الوعي العام على المستوى الشعبي ما زالت متواضعة ولذلك مستوى الاختراقات تتناسب تناسبا طرديا بمستوى الوعي وبمستوى الجهل للأسف لأن الوعي القليل يسمح للاختراقات بشكل أكبر والجهل يسمح للاختراقات بشكل أكبر ولذلك نحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذا الاختراق السلبي لهذه المعطيات التي نعيش مع التقنيات الحديثة لا بد أن نبذل جهودا مضاعفة حقيقة أولى هذه السلبيات هي التشكيك في قضايا الدين وتعلمون جميعا أن الركيزة الثقافية الفكرية الأولى التي يبنى عليها الوجود الإنساني هي العقيدة متى ما زعزعت العقيدة في النفوس ضعفت جميع الجوانب التي تمثلها فأصبحت مطمعا سهلا للناس ولذلك نرى كثيرا من الأبحاث المدروسة من جهة الاستخبارات الأجنبية وخاصة إذا علمنا أن الأعداء يسكنون بيننا في مدننا في حاراتنا في مدارسنا في جامعاتنا لأنهم إن لم يكونوا الأعداء حقيقة الذي نعرفهم هذا صحيوني هذا يهودي هذا إلى غير ذلك هناك ما يقومون مقاومهم وهم العملاء ولذلك هنا تكمل الخطورة أن يكون عدوك من بني جلدتك يمثل بالنسبة لك أخا صديقا زميلا هنا تكمل الخطورة ومثل ما تكمل الخطورة أيضا نحن نقول أن عملية تحصين العقيدة حتى لا نقع في مرحلة التشكيك وضيع العقيدة نقول أن الأثر السلبي لمثل هذه التقنيات هي التشكيك في العقيدة ولذلك نحن الآن للأسف في قطاع الشباب وأنا يعني الله الحمد يعني أعطي محاضرات في الجامعة الأردنية وأسمع أسئلة تدخل في باب العقيدة مبعثها وجود فكر إلحادي بدأ يظهر على السطح هذا الفكر الإلحادي مبعثه قلة الوعي العام هذا سبب ثانيا إدراك الشباب بأن الأنظمة الحالية السياسية غير قادرة على تأمين حياة كريمة وبالتالي إذا كان هذا النظام السياسي أو ذاك يقول بأن مرجعيته دينية ومرجعيته أخلاقية وبالتالي تظهر فيه ملامح الفساد الكبيرة وتظهر فيه ملامح الانحلال الكبيرة وتظهر فيه ملامح التقهقر والضعف العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إذن يبحث هذا الشاب عن الحالة التي يمكن أن تكون كمرجعية لهذا النظام أو ذاك وبالتالي يدرك أن ما تقوله هذه الدولة أو تلك حول مرجعيتها الدينية على سبيل المثال هو شيء يعني يلامس الفراغ ويشبه الفراغ لأنها لا تحقق له الكيان الاقتصادي كفرد لا تحقق له العمل لا تحقق له الاستقرار الاجتماعي الاستقرار السياسي العاطف الوجداني وبالتالي يبحث في البديل البديل هو الإلحاد للأسف وبالتالي يعتقد بأن العقيدة وللأسف يقرن تقدم العقيدة أو تراجعها بتقدم الدولة التي تدعي تبنيها لهذه العقيدة دينا عندما يقول مثلا دين لبنان الإسلام أو دين الأردن الإسلام أو دين العراق الإسلام ويقول أين التقدم الذي تمنحه هذه العقيدة وبالتالي يحاكم العقيدة من خلال مدى التزام الناس في مثل هذه العقيدة ولا يحاكم الناس لعدم التزامهم لهذه العقيدة هو يحاكم العقيدة لأنها في نظره لم تقدم شيئا الأصل أن يحاكم الأشخاص لعدم تمثلهم بالعقيدة فكرا وثقافة وسلوكا ولذلك انتشرت في الآونة الأخيرة الخطاب الإلحادي بين الشباب أن الدين لا يعمل شيء للشخص أن الدين لا يوفر لنا حياة كريمة أن الدين لا كذا وبالتالي هذا الأمر إن تماهى الحراك الثقافي والفكري بين القطاع الكبير من الشباب في ظل تراجع وجود المادة الفكرية الدينية في المناهج المدرسية والجامعية وبقيت الوسائل الإعلامية هي مادة الحركة الثقافية الفكرية المتحركة يكون اللجوء إليها أسرع من اللجوء إلى المناهج غابت المادة الفكرية الثقافية عن المناهج في المدرسة وفي الجامعة وانحسر الخطاب الدعوي في المسجد وفي المراكز الثقافية وفي المنابر الثقافية فبالتالي أصبح للشاب فرصة تمثل الفكر الذي يريد ولذلك كان هناك الاتجاه الإلحادي الذي نلمش حضوره للأسف هذه حقيقة الحقيقة الثانية الجانب الأخلاقي نحن نقول في الجانب الأخلاقي في تقنيات الحديثة أصبح هناك تراجع تمرد على الأسرة تمرد على حضور الوالد تمرد على حضور الوالدة في البيت والأسرة تمرد على حضور الأخ الأكبر تمرد على حضور الإخوان تمرد على حضور الذكر والأنثى الذكر كان يشكل هيبة في البيت الآن أصبح هو فرد واحد منعزل في غرفته مع جهازه البنت منعزلة مع جهازها في غرفة أخرى وبالتالي حتى التواصل أحياناً قد يرسلون لبعضهم رسالة على قضية ما أنه يعني أنت وين موجود في أي غرفة سرعان ما يخرج من الغرفة وهل لا يعلم أن شقيقته أو شقيقها موجود في الغرفة الفلانية في البيت إذن الأثر السلبي بقدر ما أتاح التواصل لما وراء البحار أفقد التواصل لما وراء الجدران داخل الجدران هذه حقيقة سلبية كبيرة جداً نعاني منها في جميع الأسر للأسف وبالتالي فقدان الحس الوجداني الجمعي داخل الأسرة هذه من المظاهر السلبية المظاهر السلبية لهذا الابتعاد أصبع عملية التوجيه المباشر في الجوانب الأخلاقية والقيمية والوجدانية بعيدة الأثر الأم مشغول بهاتفها الوالد مشغول بهاتفه الشقيق الشقيقة كل بجهازه الخاص يتلقى المعلومة التي تختلف حتماً عن المعلومة الأخرى وبالتالي هو أمام تناقضات هذا الطفل أمام تناقضات كثيرة جداً لا يسمح له بالركون والاستماع إلى توجيهات الوالد إلى الاستماع إلى تجربة الجد والجدة الآن الجد والجدة أصبح في حالة العدم من حيث التأثير والتأثر كنا نستمع إلى الجد والجدة ونتقرب إليهم ونجلس بأحضانهم وبجانبهم فنسمع حكاياتهم ورواياتهم عن الأحداث السابقة هذه الحالة أصبحت لا أقول نادرة أصبحت معدومة لأن الجهاز أصبح متاحاً في يد الطفل الفقير والطفل الغني ولذلك أصبح هذا الحضور الوجداني الذي يشكله قيمة الجد في البيت في الأسرة الممتدة أصبح غير موجود التأثير الإيجابي أصبح غير موجود هذه قضية ولذلك المادة الأخلاقية التي من الممكن أن تكون مكتسبة من خلال الأسرة الجد الجدة الأسرة الممتدة أعني والجيران حتى الجيران كانوا في السابق يشتركون مع الأهل والأسرة في التربية والتهذيب والتثقيف والتوعية والمراقبة في الحارة والتوجيه عندما يخطئ أحد الأبناء في الحي يرى التوجيه المباشر من الجار الجار الأول والثاني حتى السابع ويرى كل شخص أن مسؤولية تعليم وتثقيف هذا الشاب أو هذا الطفل وتربيته تربية سليمة هي مسؤوليته قبل مسؤولية والده لأن المجتمع يتأثر سلبا وإيجابا بالفكرة التي تسود في ذهن هذا الطالب أو في ذهن هذا الشاب الذي يتسكع في هذه الحارة أو تلك وبالتالي مسؤولية التربية هي مسؤولية جماعية لأن الأثر السلبي إن عم سيكون أيضا عاما بأثر هذا الشاب أو لذلك ولذلك الآن هذا الانحسار في التربية الأخلاقية بات واضحا لأن الجهاز والذي نتحدث عنه والتقنيات الحديثة قد سدت ما سده لي لكن بالأسف بطريقة غير سليمة واستغلت المكان واستغلت الزمان في بث أفكار مغايرة تماما عما تعلمناه وعما تربينا عليه الحقيقة الثالثة فيما يتعلق في قضية التطرف والتجنيد الإلكتروني وهذه من السلبيات حقيقة أنا أتشرب بإعطاء محاضرات في مدارس والمملكة من أقصاها إلى أقصاها وفي الجامعات الأردنية وكثير من التجنيد الإلكتروني لعمليات الإرهاب تتم من خلال هذا الجهاز كثير من البنات يقعنا تحت وطأة التحكم من خلال راصد خبيث سيء يستطيع أن يلتقط صورة لفتاة يدخل معها في صداقة بإسم فتاة وليس شاب حتى يستطيع أن يجذب منها كل المعلومات كل الأسرار يبدل إعجاب بلباسها يبدل إعجاب بشكلها بطريقة فكرها بثقافتها حتى تطمئن إلى أنها صديقة وتؤمن إيمانا مطلقا بأن هذه الصديقة المفترضة في هذا العالم الافتراضي هي صديقة مخلصة تبدأ عملية الإطمئنان شيئا فشيئا حتى تستطيع أن تمنحها الثقة ونحن إذا منحنا الثقة للمجهول منحنا ذاتنا للمجهول بغير تفاصيل ولذلك تصل معها إلى الرجاء بعض صورة وأنا أرسل لك صورتي قد ترسل لها صورة بنت وهو شاب يرسل له صورة بنت بكامل ملامح الجسد بغير اختفاء ولا حشمة ولا حياة وبالتالي هذه تقول تعلم أن لديها الجرأة أن ترسل صورة بهذه العبارة وبهذه الشكل وبهذه المقاييس لا بأس معنات فيها عندها ثقة أنني أنا أحفظ صرها وأحفظ صورتها لابد من مبادلتها بنفس الثقة تبدأ بمبادلتها بنفس الثقة بالصورة التي تريد هنا يكمن إيش؟ الخطر عندما تقدم لها ما تريد من معلومات ما تريد من صور ما تريد من كذا يبدأ عملية الابتزاز الآن يظهر أنه هذا ليست فاطمة إنما مثلا عبد الله ولذلك تبدأ المفاوضات على أن أنت بعدتي بصور كذا وكذا الآن أنشرها أمام الأهل الأصدقاء في وسائل الإعلام على الصفحة يبدأ الآن الخوف من الأهل الخوف من القانون الخوف من الله الآن الخوف من الناس الخوف من السمعة انتشار السمعة السيئة يبدأ الآن مرحلة التجنيد الإجباري في هذه المجموعة المتطرفة أو تلك وبالتالي تقع الفتاة القاصر ذات الخمسة عشر ربيعا مثلا تحت وطأة التجنيد الإجباري والعملية نفسها تتكرر مع الشباب وبالتالي يبدأ عملية التجنيد الإلكتروني من خلال الوسائل التقنية التي تعامل معها هذا الشاب أو تعاملت معها هذه البنت بصورة سرية بعيدة عن الأهل بعيدة عن الأم بعيدة عن الأب بعيدة عن الأخ الأكبر وهكذا وبالتالي اعتمدت على ثقتها بنفسها على مقدرتها العقلية مقدرتها العلمية في التعامل مع الأشياء والحكم والتحليل والتفسير والاستنتاج وقالت بأن هذا الأمر أمر طبيعي ثم انساقت ولذلك التطرف والإرهاب الذي نعاني منه في كثير من دولنا بدأ بمثل هذه القضايا وبدأت عملية التجنيد وكلكم يعلم أن التطرف الإرهاب مصادره ليست نقية وليست سليمة وكل الجماعات الإرهابية نشأت من خلال أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية ومن تعاون معهم ذلك أنهم يريدون أن تكون حروبهم معنا حروب نظيفة يعني نقتل بعضنا بعضا نستفيد هم يستفيدون كأعداء كالتالي المقدرات المالية تذهب لشراء السلاح الذي نقاتل به بعضنا بعض الفكر يشوه والدين يشوه وبالتالي حتى الألماني أو الياباني أو البريطاني الذي يريد أن يدخل إلى الإسلام بنقائه بصفائه بتقوى يبتعد يقول طالما أن هذا الفكر يعمل على تشجيع القتل المتبادل بين أبناء الجلدة الواحدة فهذا ليس مطمعا أن أدخله كباحث عن استقرار ديني وعقدي وهكذا ثم نقتل الشباب أو يقتل الشباب بعضهم بعضا في بلاد المسلمين والعرب ولذلك يستفيدون القضاء على الجنس البشري القضاء على الأموال القضاء على السلاح القضاء على العقيدة كمادة نقية خالية من التشويه وبالتالي كيف يمكن من خلال هذا الجهاز التقنيات السلبية المنظمات الصهيونية لديها خبراء في بث السموم بشكل كبير جدا قد يكون السفير الإسرائي الموجود في الأردن يمتلك خمس لغات ويتحدث بخمس لغات ومتخصص في التاريخ الإسلامي الأصولي هذا يراقب المشهد في فضاء الفيسبوك الأردني ويقول هذا يناقش بآية وهذا يناقش بحديث وهذا يناقش بكذا وبالتالي يبدأ من خلال زبائنه بنشر مادة ما وكما قال المتنبي أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمه هو ينام عن معلومة من الأجفونه ونحن نتحاور ونتناقش ونتحارب في قضية ما وهو مرتاح ولذلك كثير من المواد الذات الاختلافات الجوهرية مصدرها مراكز استخبارات وفي مقدمتها الاستخبارات الصهيورية الموساد هم يعرفون كيف يبثون المواد لأنها تنتقل انتقال النار بالهشيم في أفكار أبنائنا وفي عقولهم وقلوبهم فتشكل مادة عقلانية مادة عقلية مادة وجدانية مادة قيمية تعمل على تشتيت الاهتمام والانتباه لأبنائنا وتفقدهم البوصلة التي لا بد من أن تكون يوما ما متجهة نحو هدف واحد وهو مثلا تحرير الأرض المقدسة هذه القضية من القضايا السلبية التي نحن نعايشها أيضا عدم الاستفادة للأسف مع المعطيات الموجودة عند الآخر فالياباني يتمثل بنهضة علمية كبيرة جدا وهل الجهد الياباني في التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي غير مبثوث فيه مثل هذه الأجزة بالعكس هو مبثوث وموجود على مدار الساعة وعلى جميع السعود لكن غياب التمثل الحقيقي والاستفادة يعني من الندرة أن تجد ميكانيكي يفتع على مثلا فيلم على اليوتيوب كيف يصلح سيارة ما ويراقب كيف يتعامل الياباني مع هذه القضية عدم الاستفادة من مثل هذه المعطيات هذا هو جانب سلبي لأن التقنيات الحديثة أتاحت أيضا جوانب إيجابية كثيرة وقدمت كيف تزرع كيف تصنع كيف تعمل صياني للمادة الفلانية للآلة الفلانية لكن للأسف طغت المادة الترفيهية المادة الرياضية المادة الفكرية السطحية الساذجة ياريت كان فيه لكن كما قلت جرى من خلال أجهزة استخباراتية كثيرة جدا كيف نشوه الفكر كيف نشوه الوجدان كيف نشوه القيم وهذه قضايا كثيرة جدا يعني قد لا نستطيع الإلمام بها في مثل هذا الوقت حقيقة الجوانب السلبية من الممكن أن تأخذ مساحة أكبر بالحديث لكن أترك الجانب من الحوار حتى نستفيد من تجارب بعضنا بعضا في الرؤية المشتركة لمثل هذه التقنيات وقد تكون هناك أفكار مولدة من خلال مثل هذا الحوار أشكر لكم حسن الاستماع وأشكر لكم هذه الاستطافة وبارك الله فيكم تزاكم الله وغيرا بارك الله الدكتور حسن المبيضين على هذا الإضاح وأترك المجال للإخواء الحضور إن كان هناك مداخلة أو مشاركة أشكر القرية الدكتور حسن المبيضين على هذا التوضيح وهذه المحاضرة القيمة وقد بين جانب عظيم من الأثر السلبي لتقنيات الحديثة على المجتمع ولكن بسبب الوقت كان يودنا كيف يكون العلاج لهذه الآثار السلبية لأن حقيقة الغارب يعاني خصوصا في جانب البلود تكلمت كرام عظيم حول أن الإنعزال أصبح للأولاد كلهم في وضطته ولا أحد يلتسل مع الآخر ولا أحد يتحاور مع الآخر فهذه المشكلة على وجه التحديد كيف يمكن معالجتها من خلال معرفة الأثر السلبي على العائلة شكرا جزيلا بارك الله بكم حقيقة حقيقة كيفية العلاج بمثل ما يكون الحالة أو المصيبة يعني بالاتساع نحن نعيد لملمة الواقع تقريبا وبالتالي إذا كانت حتى عفوا في مجال القروبات قروب زملاء العمل قروب زملاء العائلة الجمعية الوظيفة الحزب نعم القروب الأسرة طرم أنه هذا الزمان فرض علينا يعني وضع القروبات والتواصل ضمن هذه الرؤية نعم لقروب الأسرة مثلا عائلة أبو محمود عائلة أبو محمد عائلة أبو عبد الله وبالتالي نضع يعني شجرتنا محبتنا نضع يعني تعابير قابلة لبث المودة والقربة في نفوس الأبناء والأطفال يعني مثلا جمعتنا الحميمة جمعتنا الحبيبة شجرتنا الطيبة وبالتالي نجد مثلا مادة نحن نتفق على بثها في هذا المجموعة لابد من اللقاءات خلينا نقول نحن نقول نجتمع على مائدة الطعام والآن هذا صار الآن حتى نجتمع على مائدة الطعام صار من الشيء الصعب البنت في الجامعة الطالب في مدرسته الأم في العمل الأب في العمل الأوقات التباين في الوجود في البيت الآن يعني قد يكون يوم الجمعة هو اليوم الوحيد الذي قد نجتمع فيه على وجبة الإفطار ووجبة الغداء تقريبا هذا إذا لم يكن هناك أيضا دعوات لأحد أفراد الأسرة فبالتالي مثل هذا الحالة يعني يمكن أيضا أن نتعامل ضمن أن نوظف التقنيات توظيفا إيجابيا فننشر بعض الحكام بعض الأمثال بعض الوصايا بعض الدين بعض نراكب أبنائنا في قضية الأجهزة والتريفونات يعني كنت أصحى مثلا الساعة الواحد والثانية وبنتي في الصالون بتقسدر يعني تقرأ أنا يعني مرة مرتين القراءة الحمد لله تم تم أثارها بتحفظ القرآن الكريم فبالتالي مثل هذا الأمر أخليها يعني فحفظت القرآن الكريم في ثمانية شهور يعني تستخدم الهاتف للقراءة وتستخدم القراءة المباشرة من المصحف الشريف إذن لابد من المراقبة في ما هي المادة التي يعني يتم مشاهدتها خاصة الأطفال الصغار الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة تشكيل الوعي ومعرفة أن مثل هذه الأجهزة ضارة في جوانبها الأخلاقية في جوانبها الفكرية ثم لابد من الأب أو الأم إن كان يعني على قدر يعني إن شاء الله متقدم في الوعي والمعرفة أن يبث ويتأكد من خلال الوسائل أن هذه المعلومة قد قرئت تطبقت ما رأيكم أن نطبق هذه المعلومة التي ورد في هذا الجهاز ما رأيكم أن هذا المعلومة التي انظروا إلى هذا الفيديو الذي يعالج حالة سلبية ما كيف يمكن أن نغاير منها كهذا المعلومة الإيجابية كيف يمكن أن نطبقها وبالتالي تجعل من المادة الأكثر انتشارا خاصة مثلا قد يقول والله هذا الفيديو مثلا انتشر على مستوى المملكة لحالة انتحار كيف يمكن أن نعالج هذا المادة يتم اعتبار هذه المادة التي حازت على مشاهده أكبر عاد ممكن في المجتمع الأردني على سبيل المثال في الأردن أو في العراق أو في سوريا ونجعلها مادة للحديث الأسري ثم نحاول كيف نتحدث عن كيفية معالجتها من الممكن هذا الحال يسهم في تقريب وجهات النظر حول المادة الإلكترونية الببثوثة وإعادة لملمة الأسرة عندها أنا أحرص أحيانا على بث على قروب الأسرة أنا بحكي معك بالصراحة مادة إيجابية أثق إلى الهدف التي بثت من أجله وأتأكد أنه تم كرائتها من جميع فراد الأسرة لأنها قد تسهم في تعليمهم وتربيتهم وتثقيهم في الوقت الذي أكون فيه في مجال العمل وأسأل هل قرأت مثلا ما أرسلت على مجموعتنا هل كذا هل كذا يعني أحس شو الفكرة منه شو الكذا أحيانا مثل هذا التصرف قد يعيد السيطرة الإلكترونية خلينا نسميها للحالة الفكرية والوجدانية الموجودة في الأسرة سيطرة إلكترونية طالما فرضوا علينا هذا الشيء لكن يعني هذا قد يكون موجود ولو بقدر والله تعالى أعلم لفت الاتباهي طبعا كان فيه سؤال لكن راح أتغاضعنا السؤال لأهمية ما تفضلتهم بالرقابة الميدانية يعني رقابة ذاتية لكن نحن نتكلم عن رقابة مجتمع التواصل الاجتماعي يعني ليس محدود بعوائل معينة أو بالمجتمع وعنى لكن أصبح هو الفضاء الكامل فإن الدور إعني الدور الإعلامي للفضائيات المرتزمة إن الدور الإعلامي الحكومية إن الدور الإعلامي للمجتمع المدني هناك مؤسسات إعلامية يجب أن تساهم في ذلك وإضافة إلى أن هناك يجب أن تنتفخ جميع الميادين يعني هناك الإعلام المتزم هنا قبل ذلك المؤسسات التي افتعنا بالشريعة الإسلامية السمحة التي يجب أن توجه على فضائي الأخلاق ومكارم القيم التي ترفعينها عليه المجتمع الإسلامي العربي هذه لازم تأخذ دورها أيضا في موضوع الكشف الذي تفضلتم به في الاستعراض الذي نال من المحاضرة فأنا أرى أنه يجب أن يكون هناك ليس مراقبة أخوة إلا مراقبة عاما بارك الله بك هذا فاتني ما أذكر أن ما هو موجود في المجتمع كخلية وهي خلية الأسرة التي أشار لليها الأستاذ بسؤاله يمتد حتى يشمل المجتمع بأسره ولابد من المؤسسات عندما نقول هناك وزارة اتصالات وزارة بسموها الوزارة الرقمية وإعلام وبالتالي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيها مديرية اسمها مديرية الوعظ والإرشاد وبالتالي لابد أن يشترك الخطاب الدعوي الخطاب الثقافي الخطاب الإعلامي الخطاب السياسي الأمني الأجهزة الأمنية لديها القدرة أن تصل إلى المادة الإلكترونية المرسلة ما بين جهازي وجهازك وتستطيع أن تستكشف المراسلات والصور والمكالمات تماما وبهذا الأمر تستطيع إحكام السيطرة إلكترونيا على الحالة العامة الأمنية خلينا نسميها أو الفكرية أو الثقافية طالما أن أيضا الحالة الفكرية والثقافية حالة أمنية بامتياز عندما نقول أن التشكيك في أمر العقيدة هذا يمثل حالة أمنية الفراغ الفكري الذي يدعو إلى مزيد من التطرف ويدعو إلى شبابنا ويأخذهم نحو التطرف هو حالة أمنية أيضا بامتياز الأصل أن تكون المراقبة الأمنية حقيقة لجميع الأجهزة الخلوية على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي وبالتالي من خلال المراقبة العامة للفيسبوك الذوق العام المراقبة الذوق العام ما هو الخبر الذي يتحدث عنه الناس هل يتحدثون مثلا عن فيلم إباحي تم نشره لهذا الفنان أو تلك الفنانة وبالتالي نال مشاهدة أكبر هذا لا يجوز أن يكون موجودا على السطح الإعلامي في مجتمع ما مجتمع محافظ الأصل أن تكون الأجهزة مراقبة وبالتالي هناك ما يسمى بالفلترة والكنترول الأصل أن يكون يعني مراقب بانتباه كبير ويتم الدخول إلى مثل هذه المواقع وحذفها نهائيا من الفضاء الإلكتروني وبالتالي أن لا يسمح لها بهذه الدولة أو تلك حفاظا على الأخلاق العامة وحفاظا على الفكر العام الدين العام وهذا أيضا أمر يعني جدير بالاهتمام وبارك الله بكم لهذه الإشارة وفي نهاية هذه المحاضرة يتوجب القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين بالشكر للدكتور حسن بن بيغين وللسادة الحضور آملين أن نلتقي مع حضراتكم في ندوات ومحاضرات قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ورحمة الله وبركاته وبركاته أو بستغرザ فيما ussاء